إنهاء مؤقت للاحتكار الحكومي طويل الأمد لاستيراد وبيع المشتقات النفطية جاء ذلك في سياق أحدث توجيه الرئاسي قضى بتحرير سوق المشتقات النفطية عبر السماح لجميع الشركات والأفراد باستيراد وبيع المشتقات النفطية في جميع الموانئة اليمنية بما فيها تلك التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيا الحوثية قضى التوجيه بتعليق الرسوم الجمهورية للمشتقات النفطية بهدف تقليل الأسعار بحيث يتم مراجعة وتقييم هذه الإجراءات ومدى عكاساتها إجابا على حياة المواطنين بعد ثلاثة أشهر حيث ياد التوجيه الرئاسي تفيد أنه جاء متسقا مع خطة العمليات الإنسانية الشاملة التي أعلن عنها ما يسمى بتحالف دعم الشرعية أمر يفسره التأييد المباشر من قبل سفير المملكة لدى اليمن محمد الجابر الذي أسهب في توضيح إيجابيات هذا التوجيه على المستهلكين وتأثيراته السلبية على الحوثيين تأخر هذا الإجراء الحكومي ثلاثة أعوام عن إجراء مماثل اتخذته ميليشيا الحوثي في صنعاء لكنه لم يوقف التصاعد الحاد والجنوني لأسعار المشتقات النفطية والذي بلغ مدى خطيرا بالعدام هذه المواد من السوق ما خلف وضعا معيشيا صعبا للسكان في وقت أفسح فيه المجال لتجار مرتبطين بسلطة الأمر الواقع لإعادة احتكار تجارة المشتقات النفطية وجاني ملايين الدولارات من ورائها أزمة شح الدولارات كانت قد تسببت في توقف شركتين النفط ومصاف عدن الحكوميتين عن استيراد المشتقات النفطية في ظل عجز الحكومة عن تغطية فاتورات واردات الوقود بالعملة الصعبة ويرى مراقبون أن تزامن الإجراء الرئاسي مع تعين مديرة جديدة لشركة النفط اليمنية إشارة واضحة إلى بدء مرحلة جديدة من أداء الشركة الذي سيكون مهادنا إلى حد كبير مع كبار مستوردي المشتقات النفطية وبعضهم قريب من مؤسسة الرئاسة تحول آخر في السياسات الاقتصادية للحكومة التي تفقد نفوذها على الأرض وتتحمل أعباء قرارات تذهب عائداتها لأطراف عديدة ليس بينها الشعب اليمني في ظل انعدام الضمانات التي تجعل من قرار كهذا مفيدا بالقدر الذي يلبي احتياجات شعب طحنته الظروف الاقتصادية ولم يعد يقوى على الاحتمال